اشتركوا في القناة 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 طيب كاربوهدرات يعني يتحدون ويكونون مركبات اكبر اكثر تعقيدا او سلاسل حتى يصنع لي يعني يطينا انواع مختلفة من عدهم هسا راح نشوف شباب انو الكاربوهدرات تتقسم الى تقسيمات اللي هي سكريات احادية اللي هي المونو سكرايد والى داي سكرايد اللي هي السكريات الثنائية مونو يعني احادي وسكرايد يعني سكريات سهلة والداي يعني اثنين وسكرايد يعني سكريات وبولي معناها متعدد طبعا شباب معلومة حتى تبقى بالكم منهسة دائما انتو قرون الكيمية حاولوا تركزون بالكلمة وتقسمونها هي غالبا الكلماتي اما تكون لاتينية او كذا وتكون تتجزئ الكلمة بها مقاطع يعني اذا اخذت بالترمنالوجي المرحلة الاولى تعرفون ان الكلمة بالعادة هي بها مقاطع فمنتجزئها راح تفتهم الكلمة شنو معناها يعني راح نمر بالمستقبل عن انزيمات انت من اسم الانزيم بتقدر تفتهم شنو هي الوظيفة مع هذا الانزيم فيخلوها بباركة وانه منتو قرون مو بس تحفظوا الكلمة ما حاول تفتهم شنو معناها المونوساكرايد هسنا نبدو بالبداية السكريات الاحادية طبعا اجيي شوفكم جوه مزيئن؟ هذا محتاج الروح جوه هذا هما المونوساكرايد المونوساكرايد مثلا هذا سكر واحد وحدة تخيلها هي شيء اوكي دوائرة واحدة هذا السكر الاحادي السكرات الاحادية نحفظهم من هسه هما ثلاثة فقط اللي هما غلوكوز الفروكتوز والغالكتوز يعني هما اكو صيغة ثانية لهم لك احنا ذول اللي هموننا بيهم صيغة اخرى الاخرية لكن ذول اللي يريد نحفظهم غلوكوز فروكتوز انغالكتوز ذول اللي رح يهموننا بالميتابوليزم هذول نسميهم سكريات اوحدية يعني كل السكريات اللي انت ممكن تاكلها سواء بصيغة مثل الموز بنشاة تمن الاخر هي تتكسر الى هذولة بالنهاية بالأمعاء يعني لامعاء ما رح تمتز غير هذولة ثلاثة زيان يعني يا اما تمتز القالكتوز يا اما الفروكتوز يا اما القلوكوز وهسا رح نعرف دولة وين موجودين كل واحد وشنو التراكيب مالاتهم زيان فهم هذولة المونوسكريات فانتك وتأفر شن هو النوع ما الاكل اللي رح تاكله ما الكربوهيدرات بالنهاية رح ننطيك هذولة اللي رح يصريهم امتصاص ويصعدون للدم ويروحون للجسم يتوزعون يعني المصدر الرئيسي للطاقة بالجسماتنا هو القلوكوز زيانه وحنا نصح قلنا ذولة السكريات الوحادية لكن الرئيسي هو هذا لان الخلايا رح تعرف تتعامل وين القلوكوز تحولها الى اي تي بي الى وحدات طاقة عدنا ايضا القالكتوز هذا يقلك يعني وين نشوفه اكثر الشيء هذا نشوفه بالحليب ونشوفه ايضا بالمنتجات مال الحليب المنتجات اللابنية يعني زيان وعدنا المونوساكرايد الثالث اللي هو الفركتوز هذا الفركتوز هو موجود اكثر شيء بالفواكه والخضروات يعني السكر مال الفواكه زيان؟ طبعا هو الى فائدة كل واحد من هذول السكرات الجسم يستفاد من عندهم بطريقة معينة يعني همين يا اما يستخدمهم كطاقة اما يعني وتوفر شنو الاستخدام رح يكون مالتهم فهاي بنسبة للمونوساكرايد عدنا مصطلح الدايساكرايد 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 هم منو وشنو وضحهم دولة الدايساكرايد شباب هو من اجيب تو شوقر مولوكولز يعني اجيب جزعتين مال سكر مثلا هذا الفركتوز اجيب واحدة بصف والله هذا فركتوز وهذا فركتوز اربطهم سوية دولة صاروا داي يعني اثنيا فهذا هو مصطلح الدايساكرايد زيان؟ وان تو مولوكولز يقلك ارتبطون سوية امثلة عدنا اللاكتوز اللي هو موجود بالحليب هذا يقلك يتكون من غلوكوز وغالكتوز هذان الشباب الامثلة مهمات يعني ممكن يجيب لهم سكوات السكر اوز اللي هو السكر هادا مالتنا مالتشاي هذا عبارة عن غلوكوز وفركتوز هادا هما لازم يخليه ببانا واحد الثالث اللي هو يعني ما ضاي في الكميان بس اضغط الكميان اللي هو المالتوز المالتوز هو عبارة عن تو يونت يعني واحدتين من الغلوكوز طبعا هادا الشكل هو نفس الشي فينام الساعة الشكل العمودي يعني السكر ممكن يرسم في هذا الرسم زيان الحلقي او الرسم الطولي زيان فهذا الدايساكرايد هما شنو همين ثلاثة انواء اللي هما سكروز ولاكتوز ومالتوز كل واحد من دول الدايساكرايد يتكون من تو تايب اوف مونو سكرايد يعني يتكون من نوعين او نوع واحد من السكريات اذا كان سكروز فهو عبارة عن غلوكوز وفركتوز اذا كان لاكتوز فهو عبارة عن غلكتوز وغلوكوز واذا كان مالتوز فهو عبارة عن شنو عبارة عن غلوكوز وغلوكوز يعني two unit of what two unit of غلوكوز فهذا شواء بالنسبة للديسكراد اللي هم قلنا ثلاثة الاكتوز والسكروز والمالتوز عدنا يسأيضا مصطلح اخر اللي هو البوليسكراد بولي قلنا يعني متعدد اللي هو السكريات متعددة ذول اعدادهم فوق العشرة زيان لأنه هناك مصطلح ثاني اللي يسميه اوليغو سكريد ما ذاكره بالمحاضرة اللي هو السكريات عددهن من ثلاثة الى عشرة هذا نسميه اوليغو سكريد عشرة وفوق وكذا هذا راح نسميه polysaccharide أو سكريات متعددة فيقلك هي عبارة عن hundreds أو thousands يعني ألاف أو مئات من السكريات الأحادية يعني أجيب خلي نقول مئة وحدة من الكلوكوز هذا سميه polysaccharide هذولة polysaccharide هم act as food stores يعني مخازن للطعام أو للطاقة بالنسبة للنباتات والحيوانات على سبيل المثال وأهم واحد هو glycogen glycogen هذا حتى بجسمنا أصلا موجود يعني أنت هسا مثلا أنا هسا من جاي أحكي العضرة ما لتجاه تصرف طاقة هاي الطاقة هنين ممكن تأخذها ممكن تأخذها من الـ glycogen اللي مخزون بالمصل يعني العضرات ما للسان وهذا الأمور يعني ما نتكلم وأيضا من تتمرن إلى آخر يمن تمشي أكو glycogen مخزون بالعضرات وأيضا بالـ liver بالكبد ما لأثناء الـ glycogen شواب شن هو هو عبارة عن repeated unit of glucose يعني وحدات متكررة من الـ glucose خلي نقول فد سرب أو سري من وحدات الـ glucose سوية مرتبطين هذا هو الـ glycogen وهذه همية لازم نخليها بضانم لها يعني منها سورية قدام أنه ترى شباب المصل دائما أنا سميها نحسة الـ glycogen اللي موجود بالمصل هو فقط للمصل يعني الـ glycogen اللي موجود بالعضرات هو فقط لعضرات تستخدمها إلها كمصدر طاقة بينما اللي موجود بالـ liver أو بالكبد هذا هو للجميع شن يعني للجميع يعني أنت من تجوع وما عندك أكل ما جاي تاكل ودخل زكريات الجسم ش راح يقوم يسوي راح يقوم يكسر الـ glycogen اللي موجود بالـ liver ويوزعه للجسم زين للخلايا بينما المصل لا المصل تحتفظ بالـ glycogen ما تبسلها زين الـ starch اللي هي النشويات يقول لك أيضا Abundant in potatoes or rice والـ wheat يعني موجودة بالقمح بالتمن وهي بالـ potato زين السليلوز اللي هو الياء ممكن يكون one of the main structural components بالـ plant هذا كثير الشي تشوفه بالأكل النباتي زين والغرض من عنده يعني هذا هو structural أوكي يعني دعم هيكلة للنباتات طبعا نحن ممكن نأكله بالأكل يعني بالأكل النباتي أوكي هاي بالنسبة منه وبالنسبة لهذول التقسيمات مع السكريات أكفد سلايد هو يعني طافر مخلينا سلايد رقم أربعة بس هو المفوض يعني يتخلى سلايد بالبداية ما عرف أنا ما عدلت على المحاضرة هنا هاي العبارة صراحة بها نقص وحاولة تسوم معتها فالجملة مفيدة ما أكو يعني أكفد شي هنا أنا فالشي طافر من هنا أوكي فمعرفش ديقصد هنا بالموضوع إنه شنو هذا يعني شر يدي وصل لتعرف شنو أوكي إنه يقول لك الـ biochemical process responsible for the metabolic breakdown and conversion of carbohydrates and living organism وأعتقد هو يقصد بي الكاربوهيدرات metabolism يعني الأيض مع الكاربوهيدرات هي العمليات الكيميائية اللي يصير بالجسم مالتني مسؤول عنها التكسر والبناء والتحول مالي كاربوهيدرات فهذا السلايد يعني طافر عن البداية فهو أعتقد قصده الميتابوليزم مع الكاربوهيدرات أو الأيض مالتني شنو معناه مزيلا؟ طيب هنا يقول لك يابا هاي حتي مو كلوش مهم بس نحتي احنا وأنا ركزك مع النقاط اللي لازم تلقبعنا يقول لك يابا الكاربوهيدرات هي central to money essential metabolic pathways يعني هي مركزية بالعديد من التفاعلات والباثويات اللي يسير بجسمنا مزيلا؟ المسارات الكيميائية يعني البلانتس النباتات تصنع الكاربوهيدرات من CO2 من الكاربون ثلاثة الكاربون ومن المي عن طريق الفوتو سنتسيز زيان عملتها بناء الضاوي وهاي السوارف على مود تخزنها وتستخدمها كمصدر طاقة زيان energy absorbed from the sun large من ضوء الشمس when animals من الحيوانات والفينغاي consume plant يعني الفطريات والحيوانات من تستهلك النباتات يعني تاك النباتات they use cellular respiration to break down these stored carbohydrates يعني تستخدم التنفس الخلوي نسميه على مدى تكسر هذه الكاربوهيدرات وتحولها الى energy الى طاقة طبعا شباب الفورم او الشكل ما الانرجي بالجسم هو الATB فالعمليات اللي راح ناخذها على الجلوكوز مثلا هي الغرض منعتها تحويل الجلوكوز الى ATB مزيلا؟ مسلسنا من التفاعلات الايكولايسيز بعدين الاوكسيديشن وهذا الامور طيب both animals on plants يعني يعتهم النباتات والحيوانات temporarily store the released energy يعني الصورة موقعة تخزن هذه الطاقة اللي انا طلعتها من هذان الموليكوز من الجزئات اللي موجودة مثلا مثلا الATB واللي تستخدمها على موند various cellular process يعني التفاعلات الخلوية المختلفة او العمليات اللي يصير بالخلايا شباب ما كفتش هنا مهم صراحة يعني اوكي او لو كفتش مهم شان قلت لكم بس سريتكم تعرفون ان يابا حيوانات والنباتات و حتى الانسان يستخدموا السكريات والكاربوهيدرات كمصدر طاقة شنو شكل الطاقة بالجسم؟ شكلها هي ATB يقول لك على الرغم انه يقول لك الانسان ياخذ مختلف الانواع من الكاربوهيدرات زيان داجسين او بريكس داون كومبلكس كاربوهيدرات انتو سمبل مونومرز او سمبل مونو سكريات يعني انا من اهم هذ الكاربوهيدرات اللي موجودة بالتمين بالموز مثل ما قلنا الاخري راح تتحول من كاربوهيدرات معقدة كومبلكس الى سمبل الى اشياء بسيطة اللي هي منه المونو سكريات مثل ما قلنا الشباب اللي هما يا هما غلوكوز وفريكتوز والقالكتوز هذول هما اللي راح يصرهم امتصاص وهم اللي راح يتعامل وياهم الجسم كمصدر للطاقة ويحاولهم الى مواد اخرى والاخري الغلوكوز يشكل لك 80% ثمانين بالمية من هذوله النواتج مال الاكل مال الكاربوهيدرات اللي موجود بالاكل وهو تركيب الاساسي اللي متوزع مصدر الطاقة الرئيسة قصدنا هناك طبعا بالخلايا الخلايا حسب اما تكسرها زيان تسوي الى تكسرها وتحولها الى او تخزنا من اللي يخزنا طبعا هو اما الليفر او المسل سيل هذان الخلايا هنا بالعادة اللي يخزنا للغلوكوز اما الليفر او المسل سيل نزيان بحالة التنفس الخلوي بوجود الاكسجين ايروبك التنفس الهواء السمين يعني العمليات طبعا هو مصطرح التنفس يبدو جزء مواضح شنو تنفس الخلية تتنفس بس ان شاء الله بالمستقبل نتطرقها ونعرف شنو هو التنفس الخلوي هي ببساطة العمليات اللي يصير بالميتو كوندرية وكذا بالخلية واللي غرض منعتها تكوين الانرجي او الاتب هميا فاكو عمليات تصير بوجود الاكسجين ايروبك واكو عمليات تصير انا ايروبك من ماكو اكسجين يقلك في حالة الايروبك رسبايريشين يعني الهوائي اي بوجود الاكسجين المين فورم اوف سيلولا رسبايريشين نيوز باي هومان هو هذا الطريق الرئيسي اللي يستخدم هالجسم على مموت يكسر هذول المركبات حالة تنفس الهواء اللي هو يستخدم الجلوكوز والاكسجين يسوي لهم ميتابولزم على مموت يحرر منعدهم شنو انرجي حرر منعدهم طاقة زيان وايضا يحرر منعدهم سي او تو كاربون ديوكساد انووتر از ابيو برودكت كمركبات يعني خلي نقول مخلفات التفائل طيب يعني معظم هذا القلوكوز والفروكتوز اللي تصيناهم راح يروحون للكبد هناك بالكبد صير عليهم عمليات تحويل بحيث يتحولون الى مركبات تقدر الخلايا تتعاملوا اياهم يعني ذول الشباب القلوكتوز والفروكتوز معظم خلايا دسم ما تقدر تتعاملوا اياهم ما تقدر تحولهم الى اي تي بي مثل ما تقدر تحول لغلوكوز فبالبار يتحولون الى مركبات اما هي من مشتقات القلوكوز او الى قلوكوز داركت يعني يتحولون مزيان علامة الجسم يقدر يستعملهم كSource of Energy بعضهم بعض الكاربوهدرات يعني بعض الكاربوهدرات عندهم فتباثوي خاص بهم مع الاوكسيديشن مزيان مع الاكسيدي كما تقدر تحول الكاربوهدرات واللي يقلك هي ايضا اكو جزء من الكاربوهدرات هم تسوي هذا الشي دايسكرايز مثلا الاكتوز على سبيل المثال هذا يقلك يحتاج انزام اسمه الاكتايز اوكي هو من اسمه الاكتوز يحتاج انزام اسمه الاكتايز بها قلتكم شو فيها استوال في الانزيمات او يعني منطق الى المصطلح راح تفتهن من اسمه الاكتايز يعني شنو ايز يعني راح يكسر ولاكت اشارة الى ايز اشارة انه ان هذا المركب هو انزام ولاكت معناها هذا اللي راح يشتغل عليه الاكتوز زيانا راح يكسر الاكتوز to be broken into monosecrate component يعني يكسر الاكتوز اللي هو سميناه di saccharide سكر ثنائي الى شنو؟ الى monosecrate يهمة اللي هما طبعا القلوكوز and galactose حد هنا شباب بهذا الاستايد هو يعني ما كفت شي كلش مهم تحفظون ما تحفظون به بس ان اللي يبيه الى اسفر كم معلومة يعني لازم نفتهمينه ونعروفهم طبعا شنو هي الميتابوليك باثويز اللي راح تمر عينه بالمحاضرات الجاية شنو هي الباثويات او المسارات اللي انا نحكي بها على مستوى الاي ضمان الكاربوهيدرات نحكي على glycolosis او التحلل السكري gluco neogenesis gluco يعني glucose نيو يعني جديد وgenesis يعني formation يعني تكوين غلوكوز من مركبات غير كاربوهيدرات شلون هاي يعني صنع غلوكوز من غير كاربوهيدرات احنا مو قلنا الغلوكوز يجي من الثمان وهاي الصورة من كاربوهيدرات هنخليها بعدين ان شاء الله glycogenesis يعني تحلل glycogenesis اللي هي تصنيع واكفر واحد طافر يعني اللي هو HMP اللي هو هذاني شباب يعني كل واحد راح نتعمع قبيه ونبتهم شنو معناه زيانا وان شاء الله محاضراتنا الجوية هتكون عن هذا عن الغلوكوليس زيانا هسا شباب بعد ما حتشينا عليه شنو هي الكاربوهيدرات شنو هي المونوسكرايد والدايسكرايد وعرفنا انواعها وتفاصيلها هسا راح نحكي عليه موضوع الاهمية بالحياة الواقعية اللي هو لاكتوز انتولرنس شنو يعني لاكتوز انتولرنس زيانا شنو هذا المصرحة شنو معناه وايضا نحكي على هذا الموضوع ثاني اللي هو اسمه فركتوز يوري تعالي شباب نشوف هذة الصورة تشوف هذة الصورة شو تقول هذة الصورة شباب تشوف نعنه شون يصير بالوضع الطبيعي هضم الى الاكتوز نورمالي هذا الاكتوز مثل ما قلنا بالخلايا ما اللى معه ما يصير له امتصاص اذا ما يتكسر الى مركباته الوحادية اللي هي في حالات معينة ممكن تكون يعني يجي الطفل من بطن امه هو اصلا ما عنده هذا الانزيم او ممكن يعني من يكبر يصير عنده ديفاشنسي او نقصان بهذا الانزيم وهي غايش فتشي كمان فتشي شاعر انو شخص من يشرب الحليب يصير عنده انتفاخات وكذا من الشخص يكون عنده لاكتايز ديفاشنسي نقصان بهذا الاكتايز انزيم شنو راح يصير عنده هذا الاكتوز طبعا ما راح يصعد للدم لانه هو داي سكراد وحنا قلنا فقط مونو سكراد يصعد للدم فهذا راح يروح من المعاء يعني الانزيم للقولون او للارج انتاستن المعاء الغليظة هناك بالقولون راح تيجي البكترية اللي هي اصلا عاشة بالمعاء امالتنا شو راح تسوي راح تحولي الى مركبات اخرى الى CO2 الى غازات الى H2 زيان الى هذا ينتج عنا الشنو شباب ينتج عنا شعور بالبلوتينج النفخة انو بطنك منفوخة يحس ايضا شخص عنده غازاته نوزيا اللي هي غثيان يعني نفسها قم تلعب وهي شي زيان فهذه الاعراض اللي تنتج عنا وطبعا ممكن يؤدي الى Diary on dehydration ديارية اللي هي اسهال والديهايدريشن يصير جفافة بسبب انو هذا الاسهال المفروض يؤدي الى جفاف طبعا الميكانزم شوفوا شوا بالعادة المواد اللي ما يصير لها هضم زيان من راح تنزل حتى بالجهاز البولي الاشياء اللي من تنزل تسحب وراها المي زيان تسحب مي من الجدران مال لمعاء وراها على ما يصير اوزموز او تناضح على ما تتعادل يعني السوالف والفيزياء وهي السوالف يعني مهم حتى يصير بحالة توازن الجسم فتسحب وراها مي اوكي فهذا يؤدي الى انو انت اللاكتوز انت مدين هضم فكل دين ينزلوا يطلع بالخروج فيؤدي الى ديارية هي هذا المبدأ مال اسهال وكذا زيان وهذا سبب مالتها فالمهم هاي اللاكتوز ديفيشنسي او اللي نسميها الاكتوز انتولرانس الشخص يعني ما يقدر يتحمل الاكتوز اللي موجود بسكر حليب اوكي فانت من تجي تشرب حليب مثلا يصير عندك انتفاقات يصير عندك غازات يصير عندك ممكن اسهال هو هذا السبب هذا طبعا الاكتوز انتولرانس ويقولك هو عبارة عن كمان كونديشن يعني حالة شاععة هو فعلا شاعع يعني زيان كوز باي ديكريز ايبولتي تو داجست اللاكتوز يعني تقل قدرة الامعاء انه تخضم هذا اللاكتوز اللي هو سكر موجود بمنتجات الالبان مثل ما عرفنا ذوس افكتد الاشخاص اللي متأثرين بهذا الدزيز فاري ان ذي امونت اف لاكتوز ذي كانت تولريت بفور سنتم ديبولوب يعني يقلك يعني شينه معنى اخر لاحتي كماني تشاهد اشتهمونه انا واحد اسمي احمد انا اشرب قلاس حليب ما تبين عليه العراض احمد يشرب نصف قلاس تبين عليه العراض انا مثلا احتاج ثلاثة قلاسات يا الله تبين العراض مالطي فهذا القصد انه شخص يعني ممكن يتحسس بسرعة للسكر اللي موجود بالحليب وشخص لا حسب يعني ايش قد هو النقصان اللي صار عنده بالانزان السمتومز او الاعراض اللي رح تطلع مثل ما قلنا يتحسس بألم البطنة نفخة اسهال غازات نوجه اللي هي غثيان وكذا مزين؟ هذه الاعراض ايضا يقلك تبيكالي ستار ثيرتي منت تو اوارز افتر ايتن او درنكين سمثين وذ الاكتوز يعني بعت نص ساعة الى ساعتيان من اكلك او شربك فتشيحتو على هذا الاكتوز السيفيرتي مال السمتومز هذي او شدة هذي الاعراض تبيكالي دبينت اون تعتمد على انه انتج قلت شرابة او كده منطقيا يعني انت مثلا عندك خلنا نقول ما تتحمل حيب لكن اذا شربه تفيد ربع قلاس ما رح تتأثر مو مثل انت شربه قلاسين ويصير عندك غثيان وكذا مزين؟ هذا الاكتوز انتولرنس يقول لك هي مو في الدزيز يسوي التهاب او يسوي في المشكلة بالجهاز الهضمي هي الفكرة بس انه اللمعاء بها خلايا هذي الخلايا تفرز انزيمات تكسر السكرات الثنائية الانزام اللي يكسر اللاكتوز اما يكون ماكو اصلا او يكون موجود بنسبة قليلة في مده تهضم اللاكتوز لكن هو ما يأثر على اللمعاء بصورة داركت يعني ما يسوي التهاب بها وكذا هذا الاكتوز انتولرنس يقول لك is due to الاكتوز ما موجود بال او اللي نسميها انتيروسايت يعني خلايا امغلمها زيان اللي هو يكسر اللاكتوز الى شنو؟ الى غلوكوز وغالكتوز حس فهمنا شنو هذا المبدأ معلته نيجي شون نشخص الشخص اللي عنده لاكتوز انتولرنس طبعا خلايا اقول لكم شباب معظمنا عدنا لاكتوز انتولرنس لكن بالنسبة معي يعني شنو يعني انا ممكن اشرب ثلاثة قلاسات يا الله شوي احسب انتفاخات وكذا يعني ما انت تضايقني لكن اذا اشرب قلاس واحد طبيعا مايبين لانهما شافوا يعني علامة وهي شي اكو نوعيتين اكوناس يعني يجي هو من بطن ما عنده اصلا هذا الانزايم الاكتوز واكوناس شافهم مني يكبرون يبدي يقلعدهم هذا الانزايم اللي هو الاكتوز اللي يكسر الاكتوز وهذول يقللك ما يحتاجون يعني ان ياخذون علاجاته او هاي بس مجرد انه يقللون كمية الحليب ومنتجات الحليب حتى اشخص هذا المرض حتى اشخص نقصان او عدم تحمل الاكتوز اللي هي نقصان بالانزايم طبعا انتستانال فونكشن انتستانال فونكشن يعني شنو قصده قصده ااخذ منتجات مع الالبان اكثر زيان على مود يعني تبين العراب يعني انت مثلا جوز من تشرب قلاس يأثر عندك نفخة بس من امتكي قلاس 2 ثلاثة مالحريب العراب تهيج تصير اقوى زيان وهذه العراب تطلع خلال نص ساعة تقريبين بات مي تيك او تو اورز يعني وراجع غايتها قالك ممكن تطلع نص ساعة ممكن ساعتين بالاعتماد على بالاعتماد على الاكل وعلى نشاط مالتك والهضم مالتك يقلك اكفد بالاستجابة بالاستجابة يعني اكفد اختلاف بالاستجابة للتعرض يعني شخص ممكن يصنع لبس انتفاخ ممكن يصنع عنده غثيان ممكن حتى يتقير كرامبنج يعني حسم غصب مع التو زيان وبرنبش كرام وديارية اللي هي اسهال عند فلاتولينس زيان اللي هي انتفاخ وغازات وهذا الامور زيان هنا اذن العراض بالعادة اللي راح يتكون انا عرفنا ليش قلنا ان هذا الاكتوز من انت ما تهضمه راح الخلايا يعني البكترية اللي موجودة بالله معاه هي اللي راح تستخدمه وينتج عن هذا الشي فيقلك حتى اشخصي ايكو طريقتين الطريقة الاولى سوف اتشي اسمي هايدروجين برايث تيست هذا الهايدروجين برايث تيست مبني على شنو مبني على فكرة انه البكترية اللي موجودة بالله معاه تحول اللاكتوز الى هايدروجين زيان فبالتالي انت تقدر تختبر ايش قد نسبة هذا الهايدروجين بالنفس مالتك بعد ما عارضك لللاكتوز اذا كانت النسبة خلي نقول هي اب نورمال يعني اعلى من الحد الطبيعي ما نحن انت عندك فد مشكلة يعني هذا يقليك هي يعني اكثر يعني تيست او فتفحص دقيق يشخصي اللاكتوز انتررنس زيان يعني بالليل متاكل مثلا اتنام باثمعاش تقعد باثمانية مثلا تروح تسوي التحليل بدون متاكل ايش تاخذ خمسة وعشرين غرام ما اللاكتوز زيان in solution with water يعني محلول ويل المي ارس والله وتبلاحه وكذا اذا هذا اللاكتوز مين هضم الانتير كبكترية البكترية اللي موجودة هنا اكتبلا معاه مثل ما شفناها راح تحولها الى شنو الى هيدروجين ومركبات اخرى فاني اقيس نسبة الهايدروجين اقعها عالي زيان وهذا التيست يعني هما ممكن نستخدمه بغير طرق يعني بغير تشخيصات طيب الطريقة الثانية هي stool acidity test اقيسة الحامضية مال الخروج هذا التيست يقل لك لا يستخدمه للاكتوز انفانت بالاطفال او الشخص اللي توجه للدنيا يعني هذا الانفانت البيبي اللي توجه للدنيا انت ما تقدر يتعرضه لهذا التيست وكذا وتخليه لان هذا التيست سواب مال هيدروجيني براي التيست يعني شوية مزعجة ان شخص لازم ينفخ بجهازه حتى يعني يقدر ينطي تيست مضبوط مو مثل طفل طفل ما تقدر تسوي لهذا الشي فيتعتمد على الخروج مال تيقل لك الاستول زيان بعد ما ينطي الشخص لاكتوز يعني اسوي لها تيستنج وقيس الاسيديته ماتها او الحامضية ماتها هاي بالنسبة لهذا الاستول الاسيديته تيست والهايدروجيني براي التيست هو ما حد شيء كم على تريتمت او العلاج من هذا الاكتوز انتوامنس بس باختصار شواب اكو بلز يعني حبوب اللي هي تحتوه على الاكتايز بديلة عن الانزايم زيان هاي طريقة اذا كان الشخص بارغ يعني واكو طريقة ثانية اذا كان هو طفل زيان بالعادة يعني ننطيه لاكتوز فري مولك او فوميولا يعني خلطة مال حليب ما بيها لاكتوز اصلا على امود يعني ما يتعرض لهذا المشاكل ما للاكتوز انتوامنس زيان او ممكن يعني اذا مثلا شخص مثلنا بعمرنا وعنده لاكتوز انتوامنس لكن مو قوية بس يقلل متجات الحليب وهاهي فضلة احد زيان ما يحتاج اي حلاجات اوكي طيب هسا عندنا موضوع ثاني الي هو فريكتوز يوريا فريكتوز يعني هو فريكتوز عرفنا اللي هو مونوسكرايد يوريا يعني بالادرار وجود الفريكتوز بالادرار نورمالي الكدني ما تطلع سكريات بالادرار زيان ما يكون يعني هذا التعسم تجي تسوي تحليل مالادرار ما تقلسكر بالادرار بالوضع الطبيعي يعني زيان الادات نتكلا بيها مشاكل لكن في حالات معينة زيان مرضية مثلا السكري أو مثلاً ها عدنا الفريكتوز يورية يتقوم تطلع السكريات بالإدراب هاي يقل لك الفريكتوز يورية شو نسبه سببها بالإنزام اللي موجود بالليفر هيباتيك إنزام اسمه فريكتوكاينيز مثل ما قلنا الشباب إحنا الفريكتوز والقالكتوز الخلايا ما تتعاملوا إياهم فيروحون للليفر والليفر يحولهم إلى مركبات أخرى فأكو إنزام اللي هو الفريكتوكاينيز هذا الإنزام موجود بالليفر هو أول هذا الإنزام يبدي بعملية التكسر مع الفريكتوز ويحاول إليها فريكتوز 1 فوسفيت زيان فهذا الإنزام من يصير بديفشنسي من يكون ما موجود بالليفر فهو إذا راح ننتج عنه هذي المشكلة اللي هي فريكتوز يورية يقل لك هاي يعني حالة حميدة مفت شي خوف زيان يعني يميزها يعني هذا الفريكتوز ما راح يتكسر بصورة كاملة يؤدي إلى خروجه وين باليورين بالإدرار هذا الفريكتوكاينيز طبعا خلوها ببالكم كل أو بالعادة يعني كل كاينيز إنزام راح يمر علينا راح تكون وظيفته إضافة فوسفيت زيان على المركب يعني أما يضيف أو يوخر المهم هو ينقل فوسفيت وظيفته فمن نقول مثلا الفريكتوكاينيز معناها يستنتج أنه هذا الإنزام راح يضيف فوسفيت إلى الفريكتوز أوكي خلوها ببالكم أو ممكن يسمونا كيتوهكسوكاينيز نفس الإنزام يعني هذا هو أول إنزام يدخل بعملية الديقرادات أو التكسر مع الفريكتوز إلى فريكتوز واحد فوسفيت يعني يجي فوسفيت قرو أو فوسفيت أتم يخليها وين؟ خليها على الكاربون رقم واحد مع الفريكتوز فصار اسمها فريكتوز وان فوسفيت نزين باللبر وبعدها يعني يتحول هذا إلى مركبات أخرى يقول لك إذا أصار دفكتب هذا التكسر مع الفريكتوز لا يتحول أي مركبات أخرى ما راح يمطع عراض قوية نزين فريكتوز إذا أصبح أما ينطرح بصورة يعني نفسها جلوكوز حر بالإدرار أو يتحول إلى جلوكوز ستة فوسفيت باستخدام باستخدام باثويات ثانية غير هذا الباثوي ما الفريكتو كاينيز زيان موست كامالي يا أنزيم ممكن يحاول إلى فريكتوز ستة كاينيز أو فريكتوز عفو ستة فوسفيت هو الهكسو كاينيز هكسو كاينيز هكسو يعني ستة كاينيز يعني قلنا ينقل فوسفيت فهذا يجيب الفوسفيت يخليها على كاربون رقم ستة شوف شواب شون الإستنتاج حلو إنه من اسم المركباني اسم الإنزيم عرفت شين وضيفته هذا موجود بالعدبوستيشو موجود بالمصر فيقلك يعني هذا الفريكتوز عما يتحول إلى هذا المركب اللي هو فريكتوز ستة فوسفيت أو يطرح بالإدرار بصورة حرة زيان طيب هسه عرفنا إنه الشخص عنده فريكتوز يوريا شون أقدر أشخصا حتى تأكد يعني يقل لك الأعطي الدايغنوسيز ما الاسسينشيال يعني أسويها after positive routine test for reducing sugars in urine يعني أسوي تحاليل مع السكريات بالإدرار بالعادة ما ألقي بالوضع الطبيعي لكن من الشخص هايقي عنده سكريات بالإدرار هنا أنا أشك إنه عنده فريكت معين لازم أسوي فريكتوز تيست يعني تحليل إضافي حتى أتأكد إنه هاي فريكتوز يوريا اللي هي يسمونها غلوكوز أوكسيديز تيست هذا غلوكوز أوكسيديز تيست يفحص عن وجود الغلوكوز بالإدرار زيان فمن أسويه ويطلع لي negative زيان معناها الشخص عنده فريكتوز يوريا أوكي هذا قلت لك أسويه وإذ negative result يعني أحنطي نتيجة سالبة indicating essential فريكتوز يوريا يعني معناها إنه الشخص عنده عنده فريكتوز يوريا يعني هو أما فريكتوز يوريا أو غلوكوز يوريا عنده يطلعنا إنه بالتحليل أكو sugars بالإدرار بس ما دعرف شنو هي فأجأ سوي لي تيست اسمه غلوكوز أوكسيديز تيست يطلع negative معناها شنو الشخص عنده عنده فريكتوز يوريا عنده بالإدرار فريكتوز مو غلوكوز زيان يقلك معناها لو كان positive هذا التيست ما للغلوكوز أوكسيديز زيان معناها وجود غلوكوز يوريا مو فريكتوز يوريا لأنه وقلنا هذا التيست اللي هو غلوكوز أوكسيديز يكشف عن وجود الغلوكوز بالإدرار ماشي؟ فلو كان positive راح ينطيني تشخيص للغلوكوز يوريا كان هذا دور فريكتوزورية فيطلع لي نغتيب اوكي الهنا شباب احنا وصلنا لنهاية المحاضرة كمان اهم الاشياء وانتروديكشن وكذا انا حاولت ما اخذ هوايب هاي المحاضرة بس حتى نعرفكم ان شون هي الكاربوهيدرات وكذا اوكي بنهاية المحاضرة اكو اسئلة ضرورة تحلوهن ورا ما تكملون الفيديو مباشرة حتى تختبرون معلوماتكم زيان و تبقى المحاضرة ببالكم حتى شين على نواع الكاربوهيدرات قلنا مونوسكرايد او سكريات احادية هما غلوكوز فريكتوز وغالكتوز والدايسكرايد هما اللاكتوز والسكروز وايضا عندنا المالتوز زيان وعرفنا كل واحد شنو يتكون البوليسكرايد هما مثل غلايكوجين ستارج سيليلوز الاخري شنو الدور مع هذول الكاربوهيدرات هما انرجي سورس ببساطة يعني يعني هما مصدر الى شنو مصدر مع الانرجي مع الطاقة ايضا انهم دخل بالاستجابة البناعية بالتخثر والتخثر الدم والربروديكشن والتكاثر شنو هي الباثويات اللي اتهمنا على الاسكريات هو القلاكولايسيز زيان اللي هو تكسر القلوكوز القلوكونيوجينيسيز اللي هو تكوين القلوكوز من المركبات غير الكاربوهيدرات القلاكوجينيو لايسيز اللي هو تكسر القلاكوجين من اسمه والقلاكوجينيسيز اللي هو تصنيع القلاكوجين زيان والالPPP او نسمي hexos monophosphate shunt أو نسمي Pentose Phosphate Pathway اللي هو ينطينه مركبات اسمها الريبوز ومركب اسمها البيئت يعني ذلك عادة نطرقهمها بالمستقبل إن شاء الله شنه هي ال Clinical Conditions الأشياء السريرية اللي أخذناها اليوم عن هذه المحاضرات هي قلنا اللاكتوز انتولرنس وببساطة هي Deficiency باللاكتاز انزايم فبالتالي ما أقدر أهضم اللاكتوز فالشخص يصير عنده انتفاخات وكذا وإلى آخر شخصت بطريقتين أما ال Hydrogen Breath Test أو بلستور SdT Test اللي يقيس لحامضية الخروج وعندي الفريكتوز يوريا ووجود الفريكتوز بالإدرار قلنا سببها نقصان بالفريكتو كينيز وأعرف ما شون شخصناها قلنا نسوي Glucose Oxidase Test وياعدنا ال Storch يعني الخزن ما نضال السكريات Storch اللي هنا شوياتها موجودة بالنباتات لكن احنا كبشر المخزن المالق السكريات في جسمنا هو Glycogen موجود بالليفر وموجود بالمصل ولا تنسون المصل نحسه تستخدمها بسئله والليفر يوزعها للجميع هنا شباب وصلنا نهاية هذه المحاضرة إن شاء الله استفاديتوا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر